احنا الحين مع في الانتربنورشيب سومت في دبي ومعانا الاخ توني تعرفنا عن نفسك توني حداد انا مؤسس وصاحب شركة تكنيكا انترناشنل ببيروت بلبنان عنا مصنع من صنع معدات للخطوط التعبئة والتغليف للعصائر والمأكلات مصنعنا بي بي كفية بالجبل عنا 140 شخص بيشتغلوا بالمصنع بين فنيين ومهندسين ومنغطي منطقة العربية كلنا وهلا انا هون موجود لانه نحنا كنا منلستد بالاربيا 500 the top 500 فاسكروين كمبانيز in the arab world وعم بحضر المؤتمر انا هون ايه ما شاء الله فشلون تتقول لنا القصة شلون بدأت الفكرة وشلون بدأت من موتى اي تاريخ وشلون بدأت الوساط لها هد الان من top 500 كمبانيز in the middle east هو الشركة اساسة سنت 82 و82 هو سنة الاشتياح الاسرائيلي للبنان فانا كنت موظف مهندس صيانة بالمصنع كارتون وكنت ركب مكاين واططلع بالمكاين اقول تب هيدي المكاين اللي ما منسوية هون يعني it's not difficult وكان حلمي انه نعمل بالميدل ايست مكاين وبدل من نجيب مكاين من اوروبا نحن نصدر على اوروبا وعلى امريكا مكاني فالولي واتا انت مجنون يعني انت شوف الحرب وشوف الاشتياح وانتظر شوية وبتروع الاحوال وبتبلش انا ما سمعت انا كان عندي حلم وكان بدي اشتغل وراه وفعلا تركت الحلم تركت الوظيفة واسست الشركة وبدينا على نطاق لوكل يعني بلبنان نعمل مشاريع صغيرة وبعدين سنونا نتوسع للدول العربية وهلا توصلنا نصور من السبلايرز للملتيناشنال كمبانيز مثل بروكتر اند جامبل مثل بيبسي كولا ونسلي على النطاق العالمي كلو فلما انت بدأت شنو كانت المشاكل اللي تواجهك يعني لو تتوصل شوف اللي وارا يعني مشاكل كتير يعني وطبعا الحالة الوضع الامني اللي كنا فيه الحالة السياسية اللي كنا فيها واكتر من هيك كنا مش معروفين بالمنطقة العربية يعني لبنان كمصنع معدات منه معروف وما عنده الخبرة وما عنده الامج الصورة انه هو مصنع مكاين تكنيكا بالذات كشركة كانت شركة غير معروفة فكتير تعذبنا تنقدر نخلقها المصدقية عند الكاستمرز بحرب الخليج بالواحدة والتسعين يعني ببداية التسعينات كل الشركات الاوروبية والامريكية وتليسارت الحرب تركوا المنطقة يعني خافوا سيكوريتي ومش عارفين اشتركوا المنطقة فنحنا جينا بالعكس عملنا مكتب بالسعودية بالرياض وعملنا نتصل بالجماعة وهم يقولوا يعني كل العالم تركوا انتو جيتو نحن طبعا بالنسبة لنا الحرب هذا الديلي براد يعني ما بيعنينا شيء يعني متعودين فبوقته بلشوا يعطونا مشاريع ويقولوا لأ نحنا لازم نتكل على ما فينا نظلنا متكلين ليكوا الاجاني بمشيو فوقتها تبلشوا المشاريع طبعا يكبر ونكبر نحنا بالسوق السعودي ومنه نطلقنا واخدنا مصدعية وصننا نتوسع على بيت الدول ما شاء الله فشلون يعني الحين نتعارف ان في ذلك يعني بقى كل منت فنشر كابتاليست يعني المستثمرين اللي يستثمرون ياخذون خطورة قبل ثلاثين سنة شنو كان الوضع ماين جبت المصاري الفلوس عشان يستثمرون انا اخرت كل البنشن تبعي من الوانا كنتم موظف وطلعتي معاش 15 الف دولار هذا 15 الف دولار هو البديت فيهم يعني ما كان يعني الكابتال هو العقبة لانه 15 الف دولار بلشت شوي شوي وابني حطيت المخاطرة كلها يعني حطيته كله 15 الف I bet on it بس بالنتيجة اليوم بالعالم الحديث انا ما بتصور الفلوس هو المشكلة لانه البنوك عنده فلوس ومش عارفي شو تسوي فيها اليوم بيجوا بيقلونا البنوك انتوا عايزين فلوس نعطيكم فلوس نقولوا لا مش عايزين فلوس فالمشكلة انه واحد يكون عنده فكرة وهو مقتنع بالفكرة والفكرة تكون يعني يكون عنده انه تقدر تطور هالفكرة وهو يكون عنده الارادة انه يتابع الفكرة طبعه تيوصلها للنهاية فالفلوس انا برأيي مش هو العقبة الاساسية عقبة الاساسية يلاقي الفكرة ويلاقي هو شو الشغف طبعه شو الباشن طبعه اللي بيقدر يشتغل عليها ويتبعها انت الحين عارف الاوضاع اللي هي التكنولوجي داشة علينا دخلة قوية حتى الشركات الماشاء الله اللي هي تعتبر نفسها كبيرة قاعد تطلع شركات صغيرة وتغير لها المسوق كله والماركت فهل انت حاسب لهذا التغيير والشركات الصغيرة هل عندكم يعني بالاستراتيجي نحن بالبزنس طبعنا البرير تو انتري للبزنس طبعنا عالية لانه فيه تكنولوجي لازم واحد يطورها وبده وقت تطوير يعني السوفتوير ازي واحد يعمل ديفلوبمنت بينما الصناعة نحن صناعة تقيلة عنا معدات للتصنيع سي ان سي ماشينز عنا سبيس عالي انفستمنت عالي يعني اليوم واحد تأيجي يدخل على هالبزنس لازم يكون اردي عنده باكجراون يعني مشن هيكي ما عنا خوف من الشركات الصغيرة تدخل وشنو تشوف المستقبل شنو الحين تكنيكا الحين وشنو الفيوتر تكنيكا عملنا فايف يير فيجين بلان بالفيجين بلان تبعنا ان ون يير وعم بعد سنة ندوب الطاقة المصنع يعني عم منزيد بناء وعم نزيد مكاين تندوب للطاقة انت حين في لبنان كلو هدا باللبنان تصنيع بلبنان ومكاتب بالدول العربية مشان الخدمات بعد البيع والتركيب والتشغيل والصيانة فنحن راح نزيد الطاقة الانتاجية عنا مخطط عندي مخطط انه خلال خمس سنوات نعمل سكساشن بلانينج لانه تكنيكا is a family business يعني owned by the family فراعمل سكساشن بلان بشكل انه خلال خمس سنوات اللي سويته بثلاثين سنة نعمل سكساشن بلانينج نعمل سكساشن بلانينج فهدا البلان الاساسي لها الاشغال عليه هذا من احد الصعوبات اللي انت الحين قاعد تواجهها it's a challenge كيف تخلي اليونج انتربرنور اللي ما عندون الخبرة تبع الفاوندر انه فعلا يتفاعلوا مع البزنس ويقدروا يطوروها بنفس الطريقة وين الفرص والماركت اللي انت حين اكثر شي تعتبرها الفرص يعني اللي حكي تكنيكا تقدر تودك تروح لعلي نحن اليوم تركيزنا على الملتي ناشنال كمبانيز يعني دخلنا سرعنا مصداقية مع بروكتر ان جامبل صرنا أبروفد فندر جلوبل سكيل لبروكتر ان جامبل وهذا طبعا عطانا مصداقية لانه وقت اللي بتبيع مكانات لبروكتر ان جامبل بيتسلف هدا ستامب اف كواليتي معناته انت الكواليتي it's up to standard فمن هنا دخلنا على يونيليفر على مارس على بيبسي على كوكا فنحن عم نتطلع السوق طبعا ما لازم يكون محدود بالنطوء الجيغرافي طبعا لازم ننطلع للعالم وهو الامكانية اللي نمقدر نسويها هي through the multinationals فمثلا هلا نحن لانو صرنا على البلاتفورم تبع بروكتر ان جامبل اللي هني بسموها بي اي لست باير انستركشن لست عم بيجينا انكواريز من رشا بيجينا انكواريز من جيرماني من ميكسيكو من مصانع بي ان جي بالعالم وهذا بيعطينا فرصة للتوسع اكتر من النطاق الجغرافي اللي نحن فيه اخيرا شنو نصيحتك حق الشباب العربي اللي هو ما شاف امثلة كثيرة مثل تكنيكا ان فيه شركة عربية تكون جلوبال يعني هي عالمية وتقدر تنافس شركات عالمية شنو نصيحتيك حقهم انا نصيحتي الظروف اليوم بيقلك ظروف صعبة بس انا بيقلهم الظروف بالاثنين وثمانين كانت اصعب بكتير ما هو الظرف اللي صعب الصعب انه ازا واحد عنده حلم لازم يترك كل شي يلحق الحلم تبعا ازا عنده هالحلم وعنده الارادة وعنده المستعد هو يتعب في تعب وفي هاردور في التزام فاذا عنده هاد الارادة وعنده مشروع ممكن يتحقق انا برأيي يتركه ويتحقق في احنا عنا بالشركة منقول don't wait for better times make the times better ما تنتظر ان الايام تصير احسن انت تعمل الايام تصير احسن واحد تاني بيقول انه it's not about waiting for the storm to pass it's about learning to dance in the rain فما تنتظر العصفة تمر تعلم كيف ترؤس تحت المطر فهذا النصيحة اللي بعطيه للانترابرنير اذا بده تضلو ينتظر تالايام تتصير احسن انا بقوله الايام ما رح تصير احسن انت اللي بتسوي الايام احسن فيكون عنده الجرأة وعنده الارادة وعنده الصلابة انه يقدر يتبع مشروعه وحلمه هو بيوصل طبعا شكرا استاذ تعوني يعطيك الف عقية شكرا